نتعرف منه على آخر السعادات النادي الأهلي لمواجهة سموحة وأخبار تمرينة النهاردة مساء خير يا فاروق كل التحية لك زميل العزيز أحمد سمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان ومتابع برنامج السادسة أهلا بك يا فاروق ويمكن قبل التعقف الثاني يمكن نوعا ما طبعا غيابات مؤسرة السلية علي معلول حسام حسن مش هيبقوا موجودين في مباراة مهمة جدا في مواجهة سموحة وتعودنا من سموحة في المواصم الأخيرة على مطشط كبيرة قدام النادي الأهلي لينا حاجة عندهم وعايزين ناخدها زي ما بيقول كابتن ساد عبد الحفيز كلمني عن تمرينة النهاردة استعدادات الأهلي لمواجهة سموحة اللعيبة الأقرب للتواجهة في التشكيل مكان علي معلول والسلية يعني أقدر أقول لك أن يعني يعقب المباراة الأخيرة مباراة الأهلي أمام فريق غزل المحلة وإنتاب بفوز النادي الأهلي بثلاثة أداف مقابل هدفين فترة قصيرة جدا سريعا بدأ النادي الأهلي استانف تدريباته أمس مستر بيتسو موسماني كانت يعني التدريب كان يعني خفيف أو استشفى للمجموعة اللي شاركت في المباراة لكن تقدر تقول إن الوحدة التدريبية الأهم كانت النهاردة اللي ابتدت في تمام الساعة الرابعة ابتدت بمحاضرة فنية المستر بيتسو موسماني اشتغل على إيجابيات وسلبيات مباراة غزل المحلة وأشاد باللعبين وروحهم وإن إحنا بنلعب لآخر ثانية وآخر رديا وقال دي الأمور اللي أنا كنت أسمعها وبتميز النادي الأهلي حتى من قبل ماجل النادي الأهلي أشاد بهذا الأمر وأشاد بيء الكرات الثبتة وضرورة استغلالها وقال إن واحدة من الأسلحة المهمة جدا واللي اشتغل عليها النهاردة أيضا في التدريب ثم انطلق المران بجانب بدر خفيف مع مخطط الأحمال للكابيلو والوحدة التدريبية الخاصة بحراس المرمى مع ميشيل ينكون مدارب حراس مرمى النادي الأهلي ثم انطلق التدريب أنت عارف طبعا زميل أحمد إن فيه غيابات للنادي الأهلي غياب علي معلول طبعا اللي بتتمنى له كل السلامة وهو أقدر أطمنك برضو يعني على علي معلول وي حسام حسن بعد القانا مع الدكتور أحمد أبو عبلة خلينا نتكلم على التدريب النهاردة المبرى بتشهد غياب علي معلول غياب حسام حسن غياب عمر السلية بتشهد عودة حمد فتحي مستر بيتسو مسماني هيعمل إيه في نقطة الجانب الأيسر هل ممكن أيمن أشرف هل كريم فؤاد تقدر تقول للاختيارين اللي مستر بيتسو مسماني بيشتغل عليهم من خلال التدريب هل يكون أيمن أشرف هو الزيير للأيسر مع عودة طبعا حمد فتحي مع وجود ياسر إبراهيم مع وجود رمي ربيعة مع وجود بدر بنون أيضا كريم فؤاد واحد من اللعبين اللي بيلعب سواء في الجانب الأيمن سواء في الجانب الأيسر هو بجيد هذا الأمر أيضا نقطة المنتصف الملعب مع غياب السلية هل أكرم إن هو اللعب اللي يعني النهاردة أكتر من طريقة حاولي جربها مستر بيتسو مسماني وجود أكرم في قلب دائرة المنتصف أو وجود عمار أو وجود محمد نجد أفشا كلها حلول بيشتغل عليها مستر بيتسو مسماني لتعويض غياب عمر السلية لكن اللي أقدر أقوله لك إن هيبقى في اختلافات طبعا عن تشكيل الناد الآلي في المباريات الأخيرة هل مستر بيتسو مسماني هيحفظ على نفس طريقة اللعب؟ هل هيغير الأربعة اتنين تلاتة واحد؟ دي أمور كلها يعني مستر بيتسو مسماني النهاردة محاير الدنيا كلها مش يعني الأمور كلها أكتر من طريقة أو أكتر من شكل لكن أقدر أقولك إن اللعبة مركزة النهاردة فرصة كبيرة جدا شايف على ملامح اللعبين تركيز شديد جدا الفوز زميلي أحمد اللي في الدقائية الأخيرة على فريق غزل المحلة على الروح المعنوية قوي عند لعبة الناد الآلي بقى فيه تركيز أكتر البطولة من البداية بتنديلك بتزود الضافع عند اللعبين رفعت الروح المعنوية بالنسبة للجهاز الفني للعبين لكن كلها أمور يعني تقدر تنبأ وتطمن كل جماهير للناد الآلي فقرة مخصصة أو خصصة مستر بيتسو مسماني للكرات الثابتة استغلال الكرات الثابتة للناد الآلي سواء على الجنبين أو على حدود منطقة الثمنتاشر وأشد أن هي واحدة من الحلول اللي بتخلص المباريات ثم انتهى المران يعني خلال لحظات هيتم إعلان القائمة لقائمة الناد الآلي لهذا اللقاء برضو عايزة أطمنك على حسام حسن وعلي معلول كان لقاء مع الدكتور أحمد أبو عبل طبيب فريق الناد الآلي وتكلمنا في شقين يعني إيه اللي بيتم دلوقتي لعلي معلول وفترة غيابها تبقى قد إيه أيضا حسام حسن قدر أقولك أن من الأمس ابتدى البرنامج التأهيلي لعلي معلول فترة غياب علي معلولها تكون من أسبوع لعشر تيام هي نفس الفترة المقررة أيضا ليه حسام حسن أسبوع لعشر تيام اللعبة بتشتغل أو اشتغلت من أمس على الجهاز الليزر المكثف ودوا بيقلل الألام وبيعمل تنشيط له الدورة الدموية وأيضا واحد من الأجهزة اللي هو جهاز دكتور تيكر وده واحد من الأجهزة اللي تم شراءها في الفترة الأخيرة وده الدعم اللي كان موجود من مجلس إدارة الناد الآلي للجهاز الطبي وتوفير كل احتياجات الجهاز الطبي للناد الآلي الأجهزة دي زميلي أحمد بتساعد في سرعة عودة اللعبين وبتساعد على سرعة الالتقام أو العلاج للإصابات وده من الأمور المهمة جدا اللي طمننا من خلالها الدكتور أحمد أبو عبلا يعني لو هنتطرق برضو الأمر تاني زميلي أحمد عايزة أطمن منك على اللعيبة اللي ممكن ما تكونش في الصورة أو كانت بعيدة بقالها فترة يعني مدى جهزات محمد محمود عمار حمدي محمود متولي يعني طاهر إنه اللعيبة دي يمكن ما شاركتش أو ما خدتش فرصة بشكل واضح بمبداية الموسم مدى جهزاتهم وإمكانية إنه هم يكونوا موجودين في القايمة سريعا يا فاروق نقطة سريعة جدا ونقطة مهمة جدا زميلي أحمد محمود متولي النهاردة الشارك في المران بالكامل وشارك في التقسيمة الرئاسية وأعتقد واحد من اللعبين اللي دخل دخل فكر مستر بيتسو مسماني واحد من اللعبين اللي بيقدر بشكل أكثر من رائع ودي من النقاط المهمة جدا النهاردة أيضا محمد محمود شارك في جزء من المران مع جادب من التقسيمة ثم كان فيه جانب بدني مخصصه مستر أو شق بدني مخصصه مستر بيتسو مسماني مع كابيله مخطط الأحمال لمحمد محمود طبعا علشان المعدلات اللاقة البدنية بالنسبة لمحمد محمود أيضا طاير محمد طاير كهرباء صلاح محسن نلعبها كلها نلاردة كانت فرصة كبيرة جدا تقب من الممكن نشوف وجوه جديدة في القائمة الخاصة بمبارات سموحة النقطة الأهم اللي عايزة أختم بها من خلالك زميل أحمد المباراة الخاصة بمبارات السوبر ما بين الأهلي والرجاء البيدوي مبارات السوبر الأفريقي بالزبط فيه اجتماع طبعا مكتب تنفيذي غدا للاتحاد الأفريقي هيتم من خلاله منقشة المباراة وتم تحديد موعد مبدئي يوم 24 ديسمبر هو موعد مبارات الأهلي والرجاء البيدوي النقطة الأهم أن النادي الأهلي وتصريح طبعا من تصريح من الكابتن سيد عبد الحفيز اختصنا بهذا التصريح أن كل الفريقين سواء النادي الأهلي أو النادي الرجوع أحاول أن أجعلك تاني على مدار الحلقة أتعرف منك على بقية التفاصيل وأعرف منك آخر الأخبار الخاصة بقايمة الأهلي اللي اخترى مستر بيتسو موسيباني خلينا نروح لفاصل متروحوش بعيد ارجعونا في السادسة متواصلين مع حضراتكم